التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فخامة محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف وذلك في إطار أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ونقل سموه لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لجمهورية المالديف التقدم والنماء وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات على جدوة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى تعاون المشترك في عدة قطاعات منها الاقتصادية والسياحية والتاقة المتجددة والمناخ والتجارة والاستثمار كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعرض التعاون في إطار المنظمات التولية